السلام عليكم كما عرفتو فاش في الطياب فاش كوندوك تسلو خاتو لهذا فحنا كندرو هاد كينطة هادية ولكن البنات هاد كينطة هادية راه تجربوها يعني كموزيل عرق اعتاد ناس راه خاطئة بزفزف انا كنعرف واحد سيدة كتستعملها ما يفوق عشر ديال سنوات عشر ديال سنوات وهي كتدير هاد كينطة هادية معمرها ما شراتش موزيل ديال العرق والنتيجة ديالها فعالة فعالة بزف بزف انا قلت لكم غريبة ولكن البنات غير تجربوها اردوا علي الخبار وكتتعمل حتى كمبيض المناطق الحساسة والتحت الابل يعني حتى كتتتسهم حتى في الطبيض وامنة كينما كنعرفو اامنة اما موزيلات العرق البنات ما ننصحكمش بهم انا تقريبا دابة واحد العامين وعامين تقريبا دابة واقسين بالله ما عمرني ما دخل عندي شي موزيل ديال العرق البطار ما بقيتش كان ناخدو نهائيا من اللي يعني من اللي قريت عليه وقلبتو هادا لقيتها البناتراه كي يحمل واحد المواد اللي خطيرة منهم الالمينيوم منهم برابين منهم الكوحول من اللي يدخلوا الجسم يعني عبر ذلك المسامات من اللي كنرشوا كيدخلوا وكيدتركزوا ثم هاد المواد هادو وما كي يعودوش يخرجوا سوف يبقوا ثم لا قدر الله الله ينجينا ونجيكم البناتراه كي يقول لي يعني عبارة عن أورام ولا هكبحة كو والسيس كي ما كان قولو ثم فيك توقع الكاريتا الله ينجينا ونجيكم كي ما قلت لكم من الاحسن البنات هادا كموزيل العرق راه ماخدامش ماخدامش تجنبوه انا كبديل انا كما قلت لكم انا قطار رح سعليكم هادا هاد الكريم هادا غادي نقدر ما بغيتون ندير لكم به بحال ده بقنا بعض المرات نزيدو شوية المسك يعني كيكون عندي المسك مطحون مزيان يعني منيل كيكون عندي مليكا نبغي نستعمل من بعد طبيعة الحال من بعد الاستحمام هادي تنشفي بالفوطان وكتهزي واحد شوية كتديري وكتخضي واحد شوية ديال المسك وكتخلطي معها بحلاقة وكتديري فهالته هو البنات يعطي واحد نتيجة زوينة بزف بزف بغيتون تستعملوا بوحده راه تستعملوا بوحده مهم البنات هادا كالموزيل العرق راه ماخدامش لكم ومازوينش وراكيح من واحد المواد اللي يسمى بزف بزف لهذا البنات انا قلت طولت عليكم مهما تحتوي طالب ديال واحد المتتبع وفيه كانت قلت لي اعطاني شي موزيل العرق يكون طبيعي يكون زمان ما عندوش اضرار وامن هذا اختيعنا راه من تجربتي الشخصية وكيما قلت لك اختيم التجربة ديال واحد السيدة في العائلة قريبة كتستعمل هادا كريم هادا كينتا قلت لك ما يفوق 10 سنوات وهي كتديرو والحمد لله يعني ما عمرها ما تشكت من شي حاجة سوف البنات كان هدا هو الفيديو ديال اليوم كانت مني لعجبكم ما تنسوش شاركو في القناة وما تنسوش دعموني للايك ديالكم وغادي نقول لكم السلام عليكم خليت لكم الراحة الفيديو اخر ان شاء الله بإذن الله